الخليجية والعربية والعالمية نتابع طبعا هذا المهرجان الشباب هذه اللقاطات هي المهرجان الجزيرة الفيلم الذي عرضه المهرجان الجزيرة للشباب في حضر موت وبالطبع الشباب موجودين لدينا في الستوديو وطبعا أعزائنا وضاح خنفر مدير شبكة قناة الجزيرة الفضائية قال في كلمة الله في حفل الافتتاح أن مشاركة الشباب اليمنيين تعتبر تكريم لشبكة الجزيرة بأكملها والمعروف أن ثانويات النهضة بسيئون قد حصلت على استدعي منح دراسية داخلية وخارجية لطلابها المتفوقين خرجي العام الماضي ممنوحة من قبل وزارة التعليم العالي وترى العديد من مشاركات طلابها داخل الوطن وخارج طبعا نلاحظ الآن هذه الصور ولدينا الشباب في الستيديو لو تعالقوا فقط على الفيلم الذي يشاهدوا الآن على الشاشة طبعا اللي معنا الشباب يعرفوا بأنفسهم علي حسين علي الصبان أمين أحمد سالم باكثير محمد حسين الحسن محمد أحمد بأفضل فضلوا هذا حسن الفلس هذا الفيلم اللي عملناه الفيلم التسجيل اللي شارك بمهرجان الجلل الأفلام التسجيلية هذه اللقطات من الفيلم هذه اللقطات التي يشاهدها الآن هي لحسن الفلس في سيئون صح؟ نعم صحيح طيب بلنا نصور الفيلم الوثائق الذي قام به مجموعة من الشباب اليمنيين المبدعين وحصلوا عن أو عبره على جائزة تشريعية في مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية نتبع طبعا هذه الصور المخرج فقط أمين يشرحنا اللقطات التي اخترتها في هذا الفيلم كيف اخترتها على أي أساس تم اختيار اللقطات؟ هل كان بشكل عشوي أم هناك مثلا خطة معينة اتخذتها؟ لا طبعا اتخذنا خطة معينة وقمنا أولا برصد هذا الحسن وجبنا جمعنا معلومات كثيرة عنه وطبعا وكلنا لكل مهمة لكل واحد مهمة وطبعا قمنا بتصويره على حسب برورة على حسب المعدات والصور طيب كيف حصلت على هذه المجموعة أو المعلومات؟ مجموعة المعلومات هذه كيف حصلت على هذه المعلومات؟ وحنا طبعا مكتب الأثار في الوادي حضرموت وقمنا أيضا بالأشخاص والمورخين وقمنا بلغة بخذ نبدأ عنه نعود إلى الأستيديو الأخ المخري طبعا معنا علي حسين الصبان وأيضا الأخ محمد بعفظ وأمين باكثير ومحمد حسين الحسني من مدرسة النهضة ثانوية النهضة بسيئون ما الذي دفعكم لبدأ بالأخ علي؟ ما الذي دفعكم المنافسة في مجال كبير مثل هذا في مهرجان الجزيرة الوثائقي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وفضل الصلاة والسكة التسليم يعني بدأت فكرة إقامة بدأت فكرة العمل في مشروع حسن الفلس يعني كون هذا الحسن حظي بشيء من الحسن سنتكلم عنه بس ما الذي دفعكم للمنافسة في الجزيرة الوثائقية؟ هل البحث عن حاجة مش موجودة يعني؟ لا يعني رغبة رغبة فقط يعني تحدي؟ ايه تحدي مع الناس ونشوف إشي الأخطاء يعني إشي إيجابيات الفيلم وإشي إيجابيات الفيلم كل الفيلم سوف يشارك في مهرجان عالمي كيف توزعتم الأدوار؟ أنت ما كانت مهمتك؟ جمع معلومات جمع معلومات؟ والأخ محمد بافض أنت رئيس الفكرة ورئيس العمل رئيس العمل وانت؟ مخرج أمين؟ مخرج ومدبد طيب والأخ محمد شارك في الإخراجات مخرج وإعداد طيب يا سلام جميل هل أستطيع أقول بمشاركتكم في هذا المهرجان حددتم خياركم ومجالكم الإعلامي؟ إن شاء الله تخصص؟ البعض مننا أنتم الآن في ثانية أو ثالثة؟ أنا ثانية وهذا ثانية وهذا ثالثة آخر سنة أليس ما شاء الله طيب لو سألناكم كيف كان شعوركم عندما تم القرار في لجنة التحكيم بحصولكم على هذه الجائزة؟ كيف شعرتم؟ كيف كان وصف؟ يعني تصفوننا الفرحة؟ حقيقة هي الفرحة لا توصف لكن شعورنا كان سعيدين جدا لأننا مثلنا اليمن بشكل دولي واضحظنا التراث والآثار التي تزخر بها اليمن بشكل الحسن والحقيقة كان مشاركة في المهرجان الجزيرة يعني من 49 دولة يمثل دليل السياحي لليمن بشكل عام كيف اظهارها بالصورة الحسنة وكيف اظهارها بأثناء الواقعية التي تكون نبراسا للأمة العربية في هذا المجال أمين با كثير من كان له الدور والفضل الكبير في تشجيعكم ودعمكم في هذا العمل؟ في الصراحة الفرض الكبير لمدير المدرسة الصراحة هو الشجاع نحن أستاذ محمد عبدالله بن هود الثقاف نعم الصراحة نحن ندعم غير مادي ومعنوي تحية له من نفس الناس تحية له إن شاء الله لأيه وفي بعض المسؤولين والجهات طيب لو سألنا الأخ علي ماذا عن مشاركات المدرسة في مسابقة الكلمة الطيب التي ستنفذها قناة رسالة قريبا لأينا المدرسة قدمت أربع مشاركات في مسابقة الكلمة الحيوة التي قدمها الدكتور ثويني عرضت المشاركتين للطالب عبدالرحمن برغيش محمد عبدالرحمن برغيش الحاصل على المركز الأول المركز الأول وأحمد جمال جواز الحاصل على المركز الثاني وفي نحن عندنا مشاركتين بعنوان الصراحة العلو أحمد استقاف ورمزي حسان بعنوان الطموع إن شاء الله تبث في الوقت القريب إن شاء الله تحقيق نفس النجاح إن شاء الله طيب محمد بفضل يعني إلى أي حد تقوم المدرسة بتوفير تهيئة الأجواء المناسبة للعمل الإبداعي للطلاب؟ الحقيقة إلى أحد كبير جدا يمكننا تصور أن مدرسة في اليمن لديها مكانيات بسيطة تشجع الطلاب على إقامة هذه النشاطات المدرسة مدرسة أهلية قاموا بها ناس من حضر موت أهل الخير وقفوها وقامت بها إدارة أو بالأصح نظارة المدرسة كانت تشجع وإدارة المدرسة كانت تعمل وتشجع الطلاب بالإضافة إلى الجانب الإداري كان المدير يضيف لنا الجانب النشاطي في المدرسة النشاطات الأصحية كانت عندنا بشكل ممتاز وتسير للإبداع فالحقيقة المدرسة تسعى دائما للتميز والتفوق في مستوى حضر موت أعتقد أنتم أيضا فتحتم المجال ليس لأنفسكم فقط وإنما للشباب العرب فقناة الجزيرة الوثائقية أعلن رئيسها أو مديرها بأنه سيخصص عشر منح للقدرات الإبداعية الطلابية في الوطن العربي فأكيد الطلاب سعدل أنتم فتحتم لهم هذا الباب طيب ماذا عن القادم بإذن الله يعني الأعمال القادمة التي تنون القيام بها إن شاء الله يعني نعمل أعمال في خطة نحن نصور أشياء كثيرة إن شاء الله فنتمنى قعمكم لنا وتحفيزكم طبعا طبعا علي طبعا المخرج بيجهز لنا فعالية التكريم أعتقد أنه سنسبع لقطات من فعالية التكريم في مهرجان الجزيرة الوثائقية نشاهد معا طبعا هذا الذي نشاهد على الصورة الأخ أمين كيف كان شعورك أخ أمين وانت تسترم وانت تسترم شعور لا يوصف يعني كنت سعيد جدا من شاهد من النجوم العرضون أحمد عمر بافض أعتقد سعيمي حويوب سعيمي حويوب سعيمي حويوب بالإضافة للكادر الإعلامي في الجزيرة حقيقة هذا يعتبر فخر لجميع الشباب اليمنيين المبداعين والموهوبين الذين رفعوا رأسنا رفعوا رأس اليمن في هذه المشاركات الإبداعية وهذا محمد الحسن هذا محمد الحسن شكرا شكرا هذا عن جائزة المهرجان التكريمية أما جوائز المهرجان هذه السنة شكرا 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 شكرا